اشتركوا في القناة وما تشهده علاقتهما من نمو متنم في ظل الرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وخيف خامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأكد معاليه تقديره العميق للجهود والمساعي المصرية الرائدة في دعم القضايا العربية والإسلامية كما هنأ معاليه الوزير المصري بالنجاح الكبير للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي اختتم أعماله اليوم في القاهرة بمشاركة عالمية واسعة والذي حمل عنوان الفضاء الألكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني من جانبه ثمن معالي وزير الأوقاف المصري مشاركة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في المؤتمر معربا عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين مؤكدا أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الشقيقين تسهم دائما في توثيق أطر التعاون والتكامل وتعزيز الجهود المشتركة في خدمة الإسلام والمسلمين